لكن دايماً عامر مشغول بمشاكل التعليم صح كده؟ هو عن مشاكل التعليم هو الشيء الأساسي وجواه بقى متشعب قضايا كتير هو المسلسل هو أنا بشارك مع مايكل عادل ومشرف على الورق أستاذ أحمد عبد الفتاح فإحنا عملنا تيم بدأنا نشوف إيه اللي ممكن يحصل في المدارس إحنا لو نزلنا دلوقتي أي مدرسة هنلاقي في كل كاتجري الأعمار كلها كل فئة عمرية هتلاقي عندها مشاكل مختلفة تماماً هتلاقي الأطفال ما بيفكروش زي الإعدادية ما بيفكروش زي الثانوية واختلفوا كلهم بقى حتى الأطفال عن زمان فعشان كده هو إحنا كان نقصنا حقيقي مسلسل بيتكلم عن فكرة المدرسة من زمان كنت لسه بقول لحضرتك على ضمير قبل حكمة تمام من ساعة المسلسل ده مجاش مسلسل عن المدارس دلوقتي إنه بيفكروا في إيه الأطفال أو الطلاب بيقولوا إيه البعض بين الحصص اللغة الحوارية بقت عاملة إزاي دلوقتي في المدارس المدرسين بيتعاملوا إزاي مع الطلاب دلوقتي كل الكلام ده بقى له كتير قوي ما ظهرش فموجود في المسلسل بداخلين كورونا بقى في الموضوع وكده؟ موجود آه طبعا عندنا أحمد الشامي مدرس الرسم طول الوقت لابس الماسك ومش عايز يقلعوا بيوجههم إنه لازم تعملوا كده والفنانة الكبيرة جدا لبليبة طبعا طول الوقت بترشك حل ومهتمين بالموضوع بس متعايشين يعني شكل عصري جدا يعني أنتم الآخر لحظة متعايشين مع مشاكل مدرسي طبعا 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 وطبعا جوا بقى فيه قضايا كتير يعني مش عايز أحرق بس هتلاقي إنه لما تعمل الاسبوت على فئة من الطلاب كل واحد عنده مشكلة وكل واحد عنده طموح وعنده أحلام فيه اللي نفسه يصور وفيه اللي فتاعة تطلع ممثلة وفيه اللي نفسه يطلع مدرس كلهم مختلفين ترجمة نانسي قنقر